أظهرت صور نشرتها وزارة الدفاع الروسية وحدات من القوات المسلحة الروسية ونظيرتها من جمهورية بيلاروس تمارس تقانيات وأساليب مختلفة للعملية القتالية في تشكيلات قتالية موحدة قبل التدريبة العسكرية المرتقبة بينهما على خلفية الأزمة الأوكرانية وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان أن المناورات المقبلة للتحضير العملياتي والقتالي تجري بسبب تدهور الوضع السياسي العسكري في العالم واستمرار تصاعد التوتر في أوروبا لأسيما على الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروس وعضافت أنها مناورات روسية بيلاروسية مرتجلة وأن نطاقها غير المحدد ليستلزم إبلاغ الدول المجاورة وبشكل خاص بولندا والإتوانيا والاتيفيا وأوكرانيا بتفاصيلها ترجمة نانسي قنقر